فرئيس الحكومة العراقية الأسبق حيدر العبادي في تصريح التلفزيون الرسمي العراقي أن الطائرة الأمريكية التي اغتالت قاسم سليماني قائد فيلق القدسة تابع الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس أحد قادة الحجد الشعبي قرب مطار بغداد حصلت على موافقة عراقية في حين رد رئيس الوزراء العراقية السابق عادر عبد المهدي على هذه الاتهامات قائلا أن العبادي لم يصدق القول في قضية حصول الطائرة الأمريكية التي قتلت سليماني والمهندس على موافقة عراقية سوق قرار عدم متابعة دقيقة الطائرات التي جاءت إلى العراق والتي ضربت القادة في المطار حصل موافقة عراقية راجعوا شوفوا أنا قلت سابقا وأقول الآن أنا ما أتهم الذين أعطوا موافقة بين الموافقة لحظة دولة الرئيس دولة الرئيس هذا كلام خطير لا هذا حقيقة حقيقة مخطئ هذا حقيقة الطائرات التي دخلت والكل يعلم ذلك وضربت القادة الشهداء دخلت بموافقة عراقية نعم موافقة عراقية بس ما أتهم أنه العراقيين كانوا يعلمون بمهمتهم من أعطى الموافقة ولكن هو هذا السؤال من أعطى الموافقة لماذا لا تسأل لماذا لا تحقق من أعطى الموافقة عندما كان يطلب مني حول بغداد لما يطلب مني بغداد تأتي طائرة مسيرة كنت أدخل بالتفاصيل ما هي هذه الطائرة ما هو هدفها ما هي الأشياء أنا أدخل شخصيا من عمان ينضم إلينا وزير الداخلية العراقية الأسبق فلح النقيب مرحبا بك معالي الوزير نريد أن نفهم الحيثيات حول ما أتى عليه رئيس الحكومة السابق حيذر العبادي خاصة وأن رئيس الحكومة المعني بهذه التصريحات هو عادل عبد المهدي وهو القريب من الميليشيات وهو الراعي لكثير من الاتفاقيات بين هذه الميليشيات هل بالفعل حصلت هذه الطائرة على موافقة عادل عبد المهدي يعني بالتأكيد يعني هذه الحركة الجوية والدكتور حيدر لحبادي بحد ذاته هو كان رئيس وزراء ويعرف الآلية التي تم بها هذه الموافقات وغيرها بالتأكيد لازم تكون موافقة من القائد العام لقوات المسلحة لمرور الطائرات أو أي عملية موجودة في المنطقة أكيد لازم تكون موافقة رئيس الوزراء بس لكن هل حدد الهدف هل يعني من طلب صار طلب الموافقة أو صارت الموافقة على إيش يعني أنا أتأكد أو قناعتي أنا بحد ذات أنه لا رئيس الوزراء ولا أي شخصية بالحكومة العراقية كان يعرف أنه قاسم سليماني جاي بهذه الليلة فلذلك جتين موافقة لعبور الطائرات والاستكشاف أو لأي هدف ويبدو لي أيضا إضافة إلى ذلك أنه رئيس الوزراء القادر عن قوات المسلحة آنذاك لم يطلب يعني توضيحات ما هي الأهداف وما هي مهمة هذه الطائرة يعني هذا تقديرات الشخصية طبعا يعني ولكن لا يمكن مرور أو إجراء أي يعني مناورة جوية أو غيرها في فوق الأراضي العراقية بدون موافقة القائد العام قوات المسلحة إضافة إلى أن الوزراء وغيرهم ليس لديهم الصلاحية بإعطاء هذه الموافقة طيب ولكن يستطيع رئيس الوزراء كما تقول معالي الوزير نعم يستطيع رئيس الوزراء أن يعرف تفاصيل أكثر نوعا ما يعني لا أقول بأن الهدف بالذات ولكن رئيس الوزراء حيد العبادي يقول بأنه من الممكن لرئيس الوزراء أن يسأل الطائرة إلى أين المنطقة المستهدفة وإلى ما هناك هذا من صلاحيته حتى إلى الجانب الأمريكي بالتأكيد لماذا لم يفعل عادل عبد المهدي لا ذكرها بأن ذات أنه كان والله أنا هذا السؤال يعني الحقيقة من وجهة نظرك أعرف أنك نعم لن تجيب عن عادل عبد المهدي ولكن من وجهة نظرك من أجهة نظري مختصاصة أو له معرفة بالأمور يعني كثير من الرؤساء الوزراء اللي مروا بالعراق ما عندهم الخبرة الكافية والإمكانية أنه يكونون يقودون الجيش أو غيره وإضافة يعني الأسوأ منها أنه صلاحيات رئيس أركان الجيش أو وزير الدفاع قد جردوا منها من عام 2007 بطبط 2007 2006 يعني سحبة الصلاحيات وكلها حطوا كل الصلاحيات عند القائد العام القوات المسلحة وهو ما عندها خبرة يعني نحن نلاحظ في الفترة الأخيرة اللي صار بها هذه الالتباسات وغيرها بسبب أنه عدم إعطاء الجهات المختصة صلاحياتها والمفروض كان يطلب منها أنها تقوم بمهامها ويجي إلى القائد العام مجرد شرح للموضوع وهذا الموضوع يجب أن يكون بين القيارات العسكرية سواء العراقية والأمريكية طيب أتيت على نقطة مهمة معالي الوزير أنت كنت وزير للداخلية يعني عندما يأتي مسؤول يعني تقول الحكومة العراقية السابقة بأنه مستشار عسكري إيراني نحن بحاجة إليه كما تقول الحكومة لا تعلم الحكومة بهذا المسؤول أو المستشار أو العسكري إلى هذا الحد فقط الحجد الشعبي وأبو مهدي المهندس لا هو إيران استطاعت أن تبني دولتها الخاصة داخل العراق يعني الحرس الثور الإيراني بنى دولتها الخاصة داخل العراق التي هي مستقلة تماما عن الدولة العراقية وهي التي تتحكم وتوجه الدولة العراقية أصلا أو الحكومة العراقية أقصد بهذا المجال بما تعمل لذلك يعني السلطة الفوقية للحرس الثور الإيراني في العراق هو أقوى يعني من السلطة الدولة أو الحكومة العراقية بمختلف المراحل الزمنية التي مرنا بها وخصوصا منذ 2005 بدأ الحرس الثور هو الذي يتحكم بالوضع العراقي سواء سياسي اقتصادي عسكري أمني وهو يعني حتى رئيس الوزراء العراق مع كل احترامي لكل رأس الوزراء اعتبروا الموظفين عندهم يعني منذ 2005 إلى حد الآن باستثناء طبعا استثني من هذا الموضوع الدكتور حيدر العبادي اللي كان الحقيقة موقف يختلف عن باقي الآخرين يعني طيب ولذلك لاحظنا أنه هناك استبعاد الدكتور العبادي طيب بذكرك دولة الرئيس حيدر العبادي توقيت التصريحات يعني أيضا هناك من يسأل بأنه لماذا أعلن وصرح الرئيس حيدر العبادي بهكذا معلومة في ظل بعض الاتفاقيات ولملمة البيت الشيعي وبعض التحضيرات من أجل الانتخابات وما أتى عليه التيار الصدري بأنه يريد رئاسة الحكومة وإلى ما هناك نستطيع أن نقرأ هذه التصريحات معك سعاد الوزير يعني أنا بتقديري الجانب منها والجانب الانتخابي بهذا الموضوع إضافة إلى ذلك أنا أتوقع هو تعرف يعني هناك موقف إيراني ضد الدكتور حيدر العبادي وموقف من قبل الحشد الشعبي ضد الدكتور حيدر أتوقع بهذا المجال يعني يحاول هو بنوع ما أنه يبين نفسه أنه اللي جابوهم واللي اعتمدوا عليهم هم اللي خبروا عن هذا الموضوع يعني موضوع يعني خبر عن موضوع طائرة الدرون اللي قامت بتصفية سليماني والمهندس هذا ليستبعد عن ناس لأنه هم بالحقيقة كانوا يعتبرون الدكتور الحيدر العبادي أقرب إلى أمريكا وكان يعتمد على أمريكا بوجوده فحاولوا بشتة طرق أنه ما يخلوا يحلوا لدورة انتخابية ثانية كرئيس وزراء فهذا هذا أعتقد الموقف اللي كان يعني اللي تخذ بهذا السبب إضافة قد يجوز هناك النقطة الثالثة الحقيقة قد يكون خلافات داخلية خاصة في بعض الدعوات يعني تجميع البيت الشيعي وغيرها وغيرها فهذا الموضوع هناك محاولة لظهار أنه لا يمكن إعادة ترميم البيت الشيعي يعني أفهم من الكلام معالي الوزير بأنهم دفعوا ثمن اختيارهم لشخص حسب المعطيات وحسب القراءة بأنه رئيس وزراء العراق ومن صلاحياته أن يسأل ويخوض بالتفاصيل ولم يفعل ذلك بمعنى أن هذه الميليشيات أو هذه الشخصيات أو المدعومين من إيران يأتون بهيكل فقط لمنصب رئاسة الوزراء أي بالتأكيد أقلبهم صحيح يعني قد يكون إلى دور في بعض الأمور الثانوية ولكن الأمور الاستراتيجية فيما يخص الأمن الاقتصاد السياسة الخارجية لا بالتأكيد لازم يأخذون أغلبهم يعني مدى حمم آني أغلبهم لازم يأخذون موافقة إيران أو الحرس الثوري الإيراني خلينا نقول أن الحكومة الإيرانية واحد والحرس الثوري لحال يعني أيضا داخل إيران هناك دولتين الحكومة الرسمية معالي الحرس يعني ثلاث دول في العراق حكومة إيران بنت دولة لذاتها والحرس الثوري بنى دولة لذاتها والميليشيات بنت دولة لذاتها هذا ما أفهم لا يعني هذا إذا اعتبرنا يعني إذا كنا بالجانب الإيجابي لكن الوضع أسوأ من ذلك يعني الآن الحقيقة خلينا نكون الحرس الثوري هو المحيمن يعني بالدرجة الأولى على الوضع العراقي وكان قاسم سليماني بنى حيكلية خاصة راجعة إلى شخصيا وليس للحكومة الإيرانية وما يطلب من قبل الحرس الثوري بالحكومة الإيرانية للموضوع الاتفاقيات ما بين الدولتين في مواضيع أخرى اللي هي الحقيقة في غالبيتها الشكلية لكن المدور الحقيقي للوضع السياسي هم الحرس الثوري يعني هم الحرس الثوري يعني بالعراق تحديدا وباقي الدول العربية وتعرف حضرتك يعني بسبب التمزق العربي والضعف العربي العام لعدم وجود استراتيجية عربية لعدم وجود منظومة أمنية واقتصادية وسياسية عربية أيضا هذا أدى إلى أضعاف الوضع العراقي يعني نحن هذه الفترة الماضية ولازلنا طبعا يعني الحالة العربية بحد ذات في أضعف حالاتها الحقيقة شكرا جزيلا لك من عمان وزير الداخلية العراقي الأسبق فلح النقيب على كل هذه الإضاحات